شاب من مدينة تكريت حبه لتراث الأهل والأجداد جعله يفتتح مقهن تراثيا جمع فيه عشرات المقتنيات التراثية ليكون مكانا للجلسات العربية وتناول القهوة واستذكارا لأيام الماضي الجميل طبعا هي أول ما جدت الفكرة شفت غراض عادية بس ما حد مهتم لها التراث بس ما يضايع هذا التراث قلت منها تأجمع قلت ليش ما أفتح القهوة تجمع ذنك كل الشغلات مو بس أنه تقعد لا تتفرج وتشوف الشغلات القديمة فقلت أجمع والله العالم دي قاموا يشوفوني القرائب قاموا يجيبوا لي الغراض همعدهم قديمة أجدادهم قلت أستخدمها أحافظ عليها أثبتها يمي أحقها بمكان مرتب أسول بيها وأكثر الشغلات تشتغل وما بيها إيش قلت أطلع على بغداد غير ما أنا أطلق أجمع منها أوص من الخارج تجيني قرائب أنه شوفوا أنه أنا صحيح من نهتمي به الشغلات قاموا يجيبوا لي هي وقمت أثبتها الحمد لله وصار أنه مكان شبير فقط بقيش تراث مرتادوا المقهى التراثي من الشباب والكبار عبروا عن إعجابهم بهذه المبادرة التي تعود بهم إلى الزمن الجميل وهم يتأملون المقتنيات الفلكلورية التي تملأ زوايا هذا المكان جئنا هنا شفنا كوفي فتح جديد بأنه أغراض قديمة تراثية أغراض الأجدادنا ما نعرف إحنا إحنا إنشنا صغار أجدادنا كانوا يستخدمونها بزماناتهم مثلا التليفونات الهويس يعني أغراض والله هذا المكان جنا نفتقده بمحاصر أحدين وخاصر أم تكريد أنه يفتح شيء مكان يعبر لك عن التراث القديم والتاريخ أجدادنا وإحنا إصلا عندنا هوات بالتراث وبالقديم والأغاني هاي اللي سيدة الطرب ومكلثوم وغيرها والعراقين ياسخوضر وغيرهم ومع التطور التقني والحداث التي باتت تسيطر على حياة الناس يبقى لأطر الماضي أثر واضح في نفوس العراقيين مهما تقدم بهم الزمان للقناة العراقي العام صالح سام الرائي صلاح الدين